هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصباحة لأن رأيك يهمنا إيجابياً كان أو سلبياً لأننا نهتم كثيراً بوجهة نظركم لطبع الصحة الوطنية اليوم يعني بعد شكوى لقيدتها وزيرة الثقافة نادية العبيدي لكن قبل ذلك نتبع أول تصريح رسمي من حزب العمال حيث كشف جلول جودياً ناطق الرسمي لحزب العمال لتلفزيون النهار بأن الأمينة العامة لحزب العمال ويزا حنون ستتخلى على الحصانة البرلمانية بمجرد استلام وصل الشكوى والتي وضعتها وزيرة الثقافة نادية العبيدي ضدها مؤكداً في ذات سياق استعداد الويزا حنون للمثول أمام العدلة من أجل إظهار الحقيقة وصحة الاتهامات ضد وزيرة الثقافة بالنسبة للأمينة العمال ونواب حزب العمال اللي قدموا الأدلة والإثبات في المجلس الشعبي الوطني مستعدين أننا نروح لعدالة ونتخلى على المحاصنة البرلمانية ونقدموا كل الأدلة للعدالة لتدير الدور تحتها كما يبغي إحنا لما يجينا القرار يعني يسمى البلاغ من طرف المحكمة بطبيعة الحال إحنا مستعدين لما قلنا نتخلى على الحصنة البرلمانية ونروح لعدالة إحنا حزب مسؤول ولما تكلمنا كذلك إحنا حزب مسؤولين يعني لا تكلمناش من من الهواء تكلمنا بالأدلة وتكلمنا بالإثبات والوثائق والأدلة موجودين عندنا هل أعجبكم الفيديو؟ اشترك، سجل تعليقك أو موقفك أسفل الصبحة لأن رأيك يهمنا إيجابياً كان أو سلبياً لأننا نهتم كثيراً بوجهة نظركم